بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما زلنا في الكلام على قوله على الآيات من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نواصل الكلام على هذه الآيات في قوله تعالى أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم وقلنا في الحلقة السابقة إن هذا رد لقولهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فالله رد عليهم بقوله أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فالعبرة ليست بالتلفظ والتملق والنفاق في اللسان وإنما العبرة بما في القلوب وأنهم إنما فعلوا ذلك وأعرضوا عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله في نزاعهم لأن في قلوبهم المرض والنفاق والكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فأعرض عنهم أعرض عنهم أي لا تلتفت إلى أقوالهم ولا تقبل اعتذارهم أعرض عنهم لا تقبل اعتذارهم فإنه باعتذار باطل وكذب فأعرض عنهم وعظهم فدل على أن الذي الذي يعرض عنه ولا يقبل قوله لا يترك بل يوعظ عظهم بأن تنصحهم عن هذا الصنيع وأن تخوفهم بالله عز وجل فهو يعرض عن سفاهتهم ولكنه يعظهم ويذكرهم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وقل لهم في أنفسهم قل لهم في أنفسهم أي فيما بينك وبينهم سرا قولا بليغا بليغا يعني بالغا يصل إلى قلوبهم وإلى غمائرهم وقولا واضحا ليس فيه لبس ولا خفا وإنما هو قول واضح وبيّن ولا يكفي التعريض وإنما يكون صريحا في بيان خطائهم وضلالهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ثم قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إلا ليطاع بإذن الله هل تعقيب على كل ما سبق ما أرسلنا من رسول أي جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا لأجل أن يطاع أن تطيعه أمته وينقادو له ويحكموه فيما شجر بينهم وما تنازع فيه هذه وظيفة الرسول كل هذه وظيفة كل رسول أنه يحكم بين أمته وأنه يدعو أمته إلى الله عز وجل فهذه وظيفة الرسل جميعا ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع فوظيفة الرسول أن يبلغ وأن يأمر وينه ووظيفة الأمة أن تطيع تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع بإذن الله أي بشرع الله عز وجل لأن الرسول لا ينطق عن الهوى وإنما يبلغ عن الله عز وجل ثم إنه سبحانه وتعالى بيّن الوجه الصحيح لهم عندما يغلطون كيف يستدركون عندما يغلطون كيف يستدركون قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ ظلموا أنفسهم بقولهم بالتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا ظلم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فهم لما ظلموا أنفسهم وانظر قوله ظلموا أنفسهم أنهم جنوا على أنفسهم وأن فعلهم هذا إنما هو عليهم لا على غيرهم إذ ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن تحكيم الكتاب والسنة ومطالبتهم بتحكيم القوانين أو الطواغيت لو أنهم لما حصل منهم ذلك استدركوا وتابوا إلى الله تاب الله عليهم جاءوك واعتذروا إليك فيما فيما صدر منهم في حقك لأن إعراضهم عنك تنقص لك وإنزال من مرتبتك فيعتذرون إليك في هذا لأن واجبهم طاعتك فإذا عصوك فقد تنقصوا من قدرك فهم أساءوا إليك فيعتذرون إليك واستغفروا الله طلبوا من الله المغفرة ما حصل منهم فيفعلون أمرين أولا أنهم يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أساءوا إليه وثانيا أنهم يستغفرون الله عما صدر منهم في حق الله جل وعلا لأن الواجب أن يحكموا شرع الله لا شرع الطاوت واستغفروا الله طلبوا منه المغفرة وهذا فيه أن الله جل وعلا غفور رحيم ويقبل التوبة على من تاب واستغفر لهم الرسول طلبوا منك أن تستغفر لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا حصل منهم مخالفة أو خطأ طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم هذه شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته كما أشرنا سابقا فالرسول إنما يطلب منه الاستغفار والدعاء في حال حياته أما بعد موته فلا يذهب إلى قبره كما يقول المخرفون والآية ليس لهم فيها مستند لأنه قال إذ ظلموا أنفسهم وإذ ظرف لما مضى من الزمان ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم حتى يقال إن هذا الحكم باق بعد موته لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وأما إذ فهي ظرف لما مضى والله جل وعلا يقول إذ ظلموا أنفسهم دل على أنه على أمر مضى في عهد الرسول حياته عليه الصلاة والسلام فلا مستند لهم في هذا لو وجدوا الله لو فعلوا ذلك جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذروا إليه واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو حصلت لهم هذه الأمور الثلاثة لا تاب الله عليهم لو وجدوا الله توابا رحيما توابا يعني كثير التوبة رحيما بعباده لا يعاجلهم بالعقوبة بل ينتظر منهم التوبة ويمهلهم وهذا من رحمته وحكمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده وهذا فيه توجيه لكل من ظلم وأساء وأخطأ وأذنب أنه يجب عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار والندم والله يقبل التوبة ممن تاب وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر